دعوة جديدة لأعضاء البرلمان اليمني بالتوجه إلى الرياض الداعي هو الشرعية اليمنية أو هذا ما يقال لكن ما هو الهدف وما المطلوب لا أحد يدري حتى المدعوون أنفسهم الذي يجري الترتيب للم شتاتهم من بلدان عدة طبيعة الوضع القائم وما يدور في الأروقة المغلقة يجعل من هذه الدعوة محل شك وريبة وتكهنات عدة فالبعض يعتقد أن ما وراء الدعوة ترتيب لوضع جديد يراد من البرلمان إقراره وأن هذا الترتيب ربما من شأنه أن يشرعن لحكومة جديدة ووضع جديد عجز الممسكون بالملف اليمن والقائمون عليه تحقيقه عبر الحكومة الحالية لكن أصحاب النظرة الواقعية ممن يبنون تحليلاتهم وفق الشواهد والتحركات الميدانية للسعودية والإمارات يذهبون بعيدا في قراءاتهم لاستدعاء عضاء البرلمان اليمني ويرون أن الهدف ربما يكون المصادقة على اتفاقات معينة وما بين كل القراءات تبدو المصلحة اليمنية هي الغائب الأوحد في كل التحركات الحالية وإلا لماذا تأخر إعادة بناء مؤسسات الدولة حتى الآن ولماذا توقف إعادة البرلمان إلى المشهد رغم أن الدعوة كانت قد بدأت قبل أشهر ولماذا أيضا تأتي الدعوة إلى الرياض بدلا من عدن أو أي من المحافظات المحررة وهل سينضم أعضاء البرلمان إلى بقية مؤسسات الشرعية والنخب السياسية المعطلة في الرياض وحدها الأيام القادمة كفلة بالإجابة على مثل هذه الأسئلة والأمل أن تكون الإجابات إيجابية في بلد تعصف به التسويات والانقسامات اللاوطنية والكل صامت يتفرج وربما يتحسر